مرحبا اليوم عندنا معلومات بسيطة عن شراب سلفودين او برومهكسين او ميكوسول طبعا شباب هذا الميكوسول في اللي قدامكم انتاج شركة بايونير العراق اربيل طبعا استخدام هذا العلاج هو مذيب للبلغم يعني اذا عدك قحة وتحس بيها البلغم او احتقان القصبات الهوائية اذا اشرت منشول او عدك جيوب انفية اه راح تستخدم هذا الشراب راح يفيدك كلش هذا الشراب شون يشتغل هذا الشراب طارد للبلغم يقلل لزوجة او شبه سائل فبالتالي اثناء القحة او السعال راح يطلع هذا البلغم و راح تتخلص من عدة يعني راح يخرج من القصبات الهوائية و بس تحس هذا البلغم انتهى او خرج من القصبات الهوائية الافضل تترك العلاج الافضل تتركها الشراب بالنسبة للاستخدامه يستخدم من عمرس السنوات وما فوق ثلاثة سي سي ثلاث مرات باليوم عمر عشر سنوات او اثناث سنة فما فوق خمسة سي سي ثلاث مرات باليوم نسبة استخدامه اثناء الحمل و الرضاعة الافضل ما يستخدم اثناء الحمل و الرضاعة يعني الا طبيب الاخصائي صرفه لان هو بحالات نادرة انصرف اثناء الحمل و الرضاعة يعني هو يعني هو مصرفين ضمن الفئة سي فما يستخدم يعني الا بحالات نادرة صرفه الطبيب الاخصائي والاطفاء اللي يجوز السنوات الافضل ما يستخدمون هذا الشراب بحالات خاصة من قبل الطبيب الاخصائي بالنسبة للحالات الشائعة اللي تأثير هذا الشراب مرات يصير اسهال خفيف مرات يصير يعني اكو حالات نادرة يصير مشاكل بالمعدة سوهضم او المعدة فهذا تأثير طبيعي لهذا الشراب و الشراب يعني معروف جدا يعني من نسبة للشركة السامرة اللي هو اسم سلفودين اكو شركات يسمونه ميوكوسولف يعني نفس هذا الاسم او سلفوداد او برومهكسين المهم هو هذا شراب جدا منتاز في علاج القحة اذا بها بلغم خصوصا في حالات الفلاونزا والبرد والجيوب الانفير اذا تحسك بلغم و صدرك محتقن وانت تقح وتحسك وشون اللي زوجة او شي فهذا شراب جدا رح يعني يعني ينهيلك القحة بس يروح البلغم وتروح القحة فلا استفادت وتابعونا وسعنا لايك كياما لا